صار بطل البالغين لدون الثالثة والعشرين طالب معهد كيب للتربية البدنية والرياضية فيتالي باتسورة وكان منذ عامين بطل المنافسة القرية للبالغين لم يتمكن من بعضها من إحراز الميداليات ويتحدث فيتالي باتسورة على أنه في هذه البطولة أيضا لم ينجح على الفور صراحة بدأت البطولة بمستوى متوسط وخلال سيرها اكتسبت العزم والثقة وبفضل أداء المثالي تمكنت من الوصول إلى النصف النهائي وصلت إلى النصف النهائي وصار اللعب أسهل بكثير لأنني صرت من محرزي الميداليات الأفضل في فئة ما دون السابعة عشر كانت ابنة كيب دارينا سيرانشوك التي عادت في العام الماضي من البطولة الأوروبية المماثلة بثلاث جوائز وهذه المرة تحظى للمرة الأولى بلقب البطولة قلقت جدا خصوصا خلال المباراة النهائية والنصف النهائية بسبب احتدام المشاعر كان المتفرجون يشاهدون قلقين ويشجعون ولقد تمكنت من تقديم أفضل مباراياته لم تعد المدربة الأساسية للمنتخب فيكتوريا نهورنيا اللعبين للبطولة بشكل جيد فقط بل وأحرزت الفضية في ثنائي مع تلميذتها كاتيرينا توليويتشوك في منافسات الفرق وأكثر ما تفتخر بالفوز في النصف النهائي على الفريق الروسي بالضربة القاضية عندما دنوت شعرت بالقشعريرة إذ عرفت أنني سأسقطها وكنت أعلم بفوز فريقنا إن أسقطها كانت مشاعر لا توصف وكان ذلك رائعا بالفعل وأنا ممتنة لكاتيا على منحها له هذه الإمكانية ميدالية أخرى برونزية في فلتخوفني فازت بها الأوكرانية كاتيرينا بوليويتشوك في منافسات السترايتبول هكذا يعود الأوكرانيون من المنافسات الأوروبية للمرة السابعة حاملنا في جعبهم الميداليات اشتركوا في القناة